في اليوم الثاني من الحزمة الجديدة للعقوبات الأمريكية على إيران تمنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن تلتزم طهران بعدم التدخل في شؤون الغير السيسي أكد أن بلاده لن تسمح بالمساس بالأمن القومي العربي بخاصة في منطقة الخليج وقال إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو تهديد مباشر سيقبل الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس بتحريك قواته لدعم الأشقاء الموقف المصري تزامن مع موقف تركي مغاير عبر عنه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان الذي أعلن صراحة أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران معتبرا أنها خاطئة وتخل بتوازن العالم كما اعتبر الرئيس التركي أن العقوبات على إيران تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية وقال نحن لا نريد العيش في عالم أمبريالي ولا نرى العقوبات صائبة لأنها ترمي لتقويد توازن العام على حد تعبيره إلا أن تصريحات الرئيس التركي جاءت مناقضة أيضا لما قاله وزير خارجيته مولود شاويش أوغلو الذي أقرب أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة إعفاءها من بعض بنود العقوبات على إيران وقال أوغلو في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان في الوقت الذي نطلب فيه أعفاء من الولايات المتحدة كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني وأعفت واشنطن ثماني دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني من دون مواجهة عواقب دولوماسية أما نائب الرئيس الإيراني إسحاك جهانجيري فشدد على أن طهران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأمريكية